أكيد بكل ذكرى لانتصار حلب يا سلمة وخاصة اليوم نحن بالسنة الخامسة على انتصار حلب أكيد منذكر شهداءنا الأبرار أنبل من في الدنيا وأكرم بني البشر واليوم رح نحكي طبعا مع والدة شهيد لأنه في فضل تضحياتهم نحن اليوم عم نحتفل بذكرى الخامسة لانتصار حلب اليوم بدنا نحكي عن أحد شهداء مع أم شهيد ما وقفت كونه فقط أم شهيد لكن هي راشطة مجتمعية وفاعلة جدا بالمجتمع السلم أكيد زينب رح نرحب بضيفتنا لليوم اللي كان إلى بصمة مجتمعية وأيضا بصمة إنسانية بكتير من المطارح خلينا نرحب بأم الشهيدة كريكور أشن قليان يولا غندوري سعى صباحك وأهلا وسهلا فيك صباح الخير صباح انتصارات هزة تعاش العالم أهلا وسهلا فيكم بحلب كل سنة وأنتم سعلمين كل سنة وسوريا من انتصار لانتصار أكبر أهلا وسهلا فيك يعني بداية كل ذكرى انتصار نحنا بنعرف كل أهل شهيد بذكروا يمكن ابنهم بيقولوا أنه يعني بفضل تضحياتهم نحنا اليوم قاعدين عم نحتفل بتحرير حلب بذكرى انتصار حلب بدنا يعكي هيك بكل فخر نحنا بنعرف انه تكرم شهيدة كريكور كتير لكن اليوم انت كأم شهيد كل ذكرة انتصار وخوة خاصة انه راح بربيع العمر يعني بعمر كتير صغير فحكي لنا كمان عن هاي القصة هلأ هاي سنة بالذات انتصار له طعم تاني انتصار انه هاي سنة أنا وأبوه وإخواته استلمنا ويسام الشرف والإخلاص فكان له يعني طعم تاني كانتصارات سوريا واستلام ويسام الشرف هذا كان شرف كبير لقلنا نحن شوي تأخرنا باستلامه بس الحمد لله يعني فأجد توقيت هو مع توقيت انتصارات سوريا وحلب بالذات فكتير كانت القصة بتاني لنا بشكل كبير لانه صراحة نحن كأمهات شهداء ما في شي بيخلي العزاء لإلنا كوالدة شهيد أو كأبو شهيد أو هو بس الانتصار فطول ما سوريا منتصرة نحن بيكون هذا العزاء الأكبر لإلنا نعم أكيد يعني زينبو نحنا عم نحكي مع مدام يولا دائما بنحس بهي نظرة الفخر ونظرة السبات ونظرة الفرح يعني كنا عم نحكي أديك الذكرى انتصار بيزيد الفخر بيزيد الرضا بالنفس بيزيد رضاكي كمان على غريكور وخاصة أنه هو من الرموز مثل ما قلنا الشابة اللي كانت بيه ما بننبكي كل يوم لا نحن بنحكي عن فخر لأنه فعلا لو لا تضحياتهم ما كنا موجودين ما كل سنة عم نجيه ما كل سنة عم نحكي عن هاي الذكرى يعني هذا أكبر تكريم لقلهم أنه تحررت حلب الكامل وهلأ عم تستعيد نشاطها فهنا عم ينذكروا بكل مفصل من مفاصل حلب خبرنا اليوم عن أيضا يمكن نحن بنعرف أنه كان في تكريم كان في تسمية مدرسة باسم كريكور خبرنا كمان هذا الشعور قدي حلو اليوم كل حي أو مدرسة أو شارع يتسمى باسم شهيد من شهداء حلب طبعا شغلة كتير كبيرة وشغلة كتير بتعطي اعتبار للشهيد فأنا من أول ما يمكن هي قصة قديمة أنه أنا كنت كتير صغيرة واستشهد ابن جيراننا فكان هو أول شهيد بياخده أهله باسمه مدرسة أنا كتير صغيرة كنت يمكن وقتها شي ست سبع سنين بس كانت الفكرة كتير معلقة براسي أنه كيف أمه طلبة الوحيد كان هالقصة فأول شغلة أنا بدرت لزهني طبعا بعد ما استعادت قواي وهالقصة فكنت أنه طالبة مدرسة باسمه طلبنا المدرسة من السيد الرئيس الله يطول بعمره يا ربا وكان شغلة كتير كبيرة أنه قدرنا ناخد المدرسة باسم الشهيد وتكريم من السيد الرئيس لأهل الشهيد وللشهيد نفسه يعني أي شي بينذكر أي اسم بينحط أنا كان الكلامي لسيد الرئيس أنه هو استشهد بعمر التساطعشر سنة لا لح يجيب ولد يحمل اسمه أو شي فكان طلبة مدرسة تحمل اسمه وتخرج أجيال يربوا مثل ما ربينا نحن وربين أولادنا على حب الوطن على حب أرضنا أرضنا إلى حق علينا المفروض ندافع عنا وسوريا غالية كتير ومهرة غالية كتير حتى لو كان الروح أكيد يعني مدام يولا دايما وأنتي عم تحكي عن غريكور بيكون في هيك مع هاي الغصة بيكون في فرحة أنه وأنتي عم تتفرج يا حلا بتقولي الحمد لله أنه نحنا عشنا وشفنا هاي الأيام وشفنا هاي الراحة وشفنا شوي شوي بلشت ترجع بفضلا وضلي بتتذكري برفقاته يمكن تتذكري بكل الناس اللي هنا كمان ما بينسوا ما بينسوا قديش هو كان مندفع كان عنده أصرار أنه حلا بترجع اليوم ونحنا بعد هذا الوقت وبعد خمس سنين من الانتصار أنت موقفتي فقط لا أنت استمرتي بشغلك وطوعتي بمجموعات كتير إنسانية واجتماعية وخيرية خلينا نحكي أيضا عن هذا الجانب لحوالتي تنقل فيه خبرة مجتمعية كوالدة شهيد لسيدات تمام هلا أنا بعد استشهاده حملتها كرسالة يعني أنا برأيي كامرأة سورية المرأة السورية بتتميز عن باقي النساء العالم ما المرأة اللي بتحط الحزن بالجنن وبتقعد بالبيت لا أنا خليتها تكون كرسالة لألي لحتى آخذها وأنطلق فيها كمن زاوية ناشطة اجتماعية كان فيه إلنا عدة مجالات بجمعيات وأهل الإصاص كنت مع أهالي الشهداء كنا مع أبطال الجيش العربي السوري بالإضافة للعمل الاجتماعي ضمن مدينة حلب لفترة الحرب اللي عانيناها فكانت تطلب منها لمجهود كبير لحتى حلب ترجع توقف على إجرية ونرجع نكفي فهو استشهاده كان دافع أساسي لألي لحتى أدخل بهذا المجال عن طريق شغلات كتيرة كل الناس بتعرف أنا كيف بشتغل كيف بعمل كيف بتكون اندفاعاتي بهذا المجال فنشكر الله أنا وصلت لمرحلة لبأس فيها أنه قدرنا نعمل شيء طبعا كان الهدف الأول والأساسي هو اسمه يعني اليوم أنا لما اشتغلت أنا بشتغل باسم الشهيد حتى ما بريد ينذكر اسم يولا الكل بيعرف أم كوكو أكيد يعني منقول السلام لروحه وأكيد منقلك أنه يمكن أن أنت نموذج من كثير من السيدات السوريات أمهات الشهداء اللي ممكن عانوا نفس الجرح ونفس المعاناة لكن داوا بعضهم داوا بعضهم بانتصار البلد والوطن كمان خلينا نحكي كلمة هيك لكل أم شهيد لكل حدا هيك لساته عم بيداري على جرحه مثل ما بيقولوا قد يمكن العطاء والعمل التطوعي ويمكن احتضاننا لبعضنا ويمكن أنه يخفف كتير من الفقد وألام الفقد وخاصة أنه نحن بالنهاية بوطن يتطلب تضحيات أنا بالنسبة لألي أصدقائي كلهم أمهات الشهداء فهذا كان واحدة من الرسائل اللي أنا اشتغلت علي أنه أنا أي أم شهيد بيصير عنده بيستشهد ابنه لو ما بعرفه كنت بروح وبدخل بدق الباب وبعزيه ومنوقف مع بعض فكانوا بيشوفوها لفتة حلوة يعني أنه فيه إنسان عنده نفس الغصة ونفس الألم لما بتشوفك أنت أدراني توقفي على أجريكي أدراني تحولي هذا الألم لفرح لفخر لعزة فكانت هي تاخد كمان مننا قوة وتنضم لصفي يعني فيصير لما شهيد ثالث ورابع نروح سوا ونعزي اليوم أنا من منبر التلفزيون الإخبارية بوجه وبقول لكل أمهات الشهداء مبارك نصر سوريا دم ولادنا ما رح هدر أكيد كل أم فخورة بابنا لأنه لو لا دماء شهداءنا ما كنا وصلنا لهالانتصارات ويا رب بانتصار سوريا الأكبر وانتصار سيد الرئيس الله يديمه يا رب وهون نحن نعرف حق أولادنا رجع لنا أكيد يعني بدنا بفتان حديثنا بدنا نقلك شكرا كتير إليك ونحن دايما بنكون فخورين أنه نحن نطل بصباحنا من حلب مع أهالي الشهداء ومع حضرتك أكيد نورتينا اليوم وعطتينا قوة كتير ودافع هيك لحتى نستمر أكيد شكرا لكم كمان دايما ما بتنسونا وبتذكرونا بالانتصارات شكرا كتير شكرا إليك يولا وأكيد يعني أنت صرت جزء من انتصار حلب بكونك أم شهيد وكونك أيضا ناشطة يعني بعدة مجموعات متطوعة أنا بعرف كتير مليح أداف عندك هيك قدرة على العطاء وحتى أولادك يمكن ما بيشوفوك في البيت نحن بدلنا اللونة كمان إن شاء الله هيك بأولادك ألا خلي لك يا هون وأخوز صغير لك ريكور كمان يكون مثل ما بدك وأيضا هيك دائما نكون فخورين بدي ما عشو هداءنا والله يحمي الجميع شكرا لإلان لكم شكرا لك